يترجونه طيب هو للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرابع جيد للرغل أن يحمل النير من منذ صباه يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه يجعله في التراب فمهي لعله يجد راجعون جميل خده لمن يلطمه ويشبعه تعيير إلا أن الرب لا يكسيه عنه إلى الأبدي فإنه لو وضعه يتراب عليه ككسرة رحمته لأنه لم يزعر قلبه بل توضع لبني الباشر ليزل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض أو حرف حكم الرغل أمام وجه العلي يلق الإنسان إلى القضاء عندما يحكم عليه أفاه ما يقول الرب منزل الذي قال فكان والرب لم يأمر بهذه أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشروف كيف يتزمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لعجل خطيته ونفع صلوكنا ونختبر خطواتنا ونرجع للرب ونرفع قلوبنا مع عيدنا لدى العلي الذي في السماء قد أخطأنا ونفقنا وفي وسط الشعوب ففتح جميع عداعنا أفواهم علينا فرفعونا ثم ترحونا فحلبنا خوفا وسغطيه عيني تسير ينابيع مياه على صحك بنت شعبي عيني حزنت ولا تكف ولا أرفع رأسي حيني تطلع عيني حزنت ولا تكف ولا أرفع رأسي حيني تطلع الرب وينظر من السماء عيني تحزن على نفسه أكثر من جميع بني المدينة قد استادني أعدائي استياضا كعصور بلا سببين وقرضوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكتين فادت المياه فوق رأسي وقلت أنه تراكني عنه سرقت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذنك عن تلبتي في اليوم الذي صرقت عليك اقتربت من معانتي وقلت لي لا تخف حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب لأطرابي وحكمت في دعوائي رأيتم ذكارهم كله ودمع أفكارهم الكائن علي سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعتها بي اليوم كله وتحريق شفاة القائمين عليك وكانت جميع تلاوتهم في النهار كله في كلوسهم وفي قيامك وانظر إلى عيونهم وجهزهم بالتعب على قساوة كلوبهم واطردهم بقطب كفنهم يا رب من تحت السماء مدا للسالوصل أرجس أمان كم الموجود والمعبر عن شخص المسيح وما يحدث معنا من أمثلة الأشياء التي حدثت مع أستاذ المسيح وما حدث مع المسيح لن يقف عن هذا الحد ولكن الله سيختص عن من لا يتوه أيضا أنت تجنب من لا يعرف أن يقول أنه أخطأ في حقك أخطأ في حقك